فيأذن الله تعالى له بذلك فيبادر الطرف نباته واستواؤه واشتداده فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم ما يحتاج أن ينتظر كما ينتظر في الدنيا لا وإنما خلال وقت يسير وإذا بهذا الزرع مكتمل بين يديه وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بنعيم آخر فقال إن الرجل لينظر إلى الطائر يطير في السماء فيشتهي يشتهي أن يأكله وإذا هو بين يديه مشويا ولما قرأ محمد بن المنكدر قول الله تعالى وذللت قطوفها تذليلا قال إن العبد المؤمن يكون على سريره في الجنة فينظر إلى الثمر فيشتهي فيمد يده إليها يمد يده إليها فيذنو ذلك الغصن حتى تقع الثمرة التي يريد في يده فيقبضها ثم يعود الغصن إلى مكانه وينبت مكانها مثلها وذلك قول الله تعالى وذللت قطوفها تذليلا وهو قول الله تعالى قطوفها دانية أهل الجنة يأكلون ويشربون لكنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون وإنما أثر ذلك الطعام والشراب رشح رشح عرق بريح المسك يخرج من أجسادهم وإذا دخلوا الجنة وتنعموا فيها اشتاق بعضهم إلى أهله وأولاده فيزورهم ويقول الله تعالى ممتنن عليهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء إذا كان الأب أو الإبن أو الأخ أو الزوجة إذا كان عابداً صالحاً وكان في مرتبة عالية فإن الله تعالى يرفع أهله الذين كانوا في مراتب أدنى منه يلحقهم الله تعالى به في أعالي الجنان حتى يأنس بذلك أعظم وأعظم وأهل الجنة يذهبون لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أحب أمته ودعا لهم واشتاق إليهم قال عليه الصلاة والسلام يوماً وددت لو أني رأيت إخواني قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وما له فيذهب أهل الجنة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرونه نراه ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء أحببناه ولم نره في الدنيا فنسأل الله أن نراه في الجنة نرى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير الذين أحببناهم واقتدينا بهم ونحن لم نرهم فنسأل الله أن يجمعنا بهم في جنة ويقول أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغب وبينما أهل الجنة في الجنة إذ قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون يتحدث أهل الجنة بعدما رأوا النعيم المقيم يقول أحدهم كان لي صديق في الدنيا يقول هل أنت مصدق أن هناك آخرة هل أنت مصدق أن هناك جنة ونار استمتع بما ترى من شهوات ليس هناك جنة ولا نار افعل كما نفعل ونمع صلاتك وقع فيما تريد من الشهوات كان لي قرين صديق يقول لي هذا الكلام قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون يعني مرجوعون قال هل أنتم مطلعون أنت لا تراه في الجنة إذن هو هناك فاطلع فرآه في سواء الجحيم في أصلها في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين كت أن أصدقك وأن تفسدني أنت صاحب سوء إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين لكنت معك أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين قال الله إن هذا لهو الفوز العظيم هذه النجاة من النار هي الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون إذا دخل أهل الجنة الجنة يقال لهم يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت ويقال لأهل النار خلودٌ فلا موت وأعظم نعيم أهل الجنة نعيم رؤية ربهم سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة بينما هم في الجنة إذ قال الله تعالى لهم يا أهل الجنة هل أزيدكم إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه قالوا يا ربنا فما تعطينا يعني ما تعطينا أكثر ونحن فيما اشتهت أنفسنا فيكشف الحجاب عن وجهه فينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إلى وجه ربهم جل وعلا وفي الجنة سوقٌ يقبل إليه أهل الجنة يقبلون وإذا تلالٌ من المسك وتلالٌ من الجوهر وتلالٌ من الياقوت يجلسون على ما شاءوا منها وينصب لربنا جل وعلا كرسيٌ ثم يكون قربهم من ربهم كقربهم من الخطيب في يوم الجمعة كتقدمهم إلى التقدم في خطبة الجمعة في الحضور المبكر كما في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ويدن الله أحدهم فيقول له يا عبدي أتذكر يوم كذا يوم فعلت كذا وكذا ويذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول نعم أذكر يا ربي أذكر يا ربي فيقول وتذكر يوم كذا لما فعلت كذا وكذا قال نعم يا ربي أذكر يا ربي أذكر يا ربي ألم تغفرها لي فيقول الله تعالى بمغفرتي أدخلتك الجنة ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يا ابن فلاني هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصياني فيقول ربي أما من أنت بغفرة قدما فإنك واسع الغفراني فيقول مغفرة التي قد جنبتك لضى الجحيم وأدخلتك جناني ثم تمر بهم في ذلك السوق سحابه فتمطر عليهم ما شاء وتهب عليهم ريح ما شموا أجمل ولا أطيب ولا ألذ ولا أعبق من ريحها ثم يعودون إلى أهليهم فيقول أهلوهم والله لقد ازددتم جمالا بعدنا فيقولونه ما لنا ألا نزداد جمالا وقد لقينا ربنا وما لنا ألا نزداد جمالا وقد لقينا ربنا أخيرا أيها المسلمون يقول النبي عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك يعني أن الذي يريد أن يعمل للجنة فالعمل إليها يسير وقال عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخرة في الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من صلى لله ثنتي عشرة ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة أن يصلي ركعتين قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء الذي يحافظ على سنة الرواتب بنى الله له بيتاً في الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطات والقطات نوع من الطير إذا أراد أن يبيض حفر حفرةً يسير أهباب فيها فمن بنى مسجداً ولو صغيراً بنى الله له بيتاً في الجنة وقال عليه الصلاة والسلام لقيت ليلة أسري أبي إبراهيم عليه السلام قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعاً وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا خبر الجنة وما أعد الله فيها أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم والدينا ولديكم من أهلها قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه الشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى ردوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرَّب إليها من قولي وعمل ونعوذ بك ربنا من النار وما قرَّب إليها من قولي وعمل اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وأحسن لنا ولهم الخاتمة والعاقبة يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم كل أهلنا في بلاد اليمن اللهم أصلح أحوالهم اللهم واحفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين اللهم وكفنا شرَّ الأشرار وكيد الفجار وشرَّ ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم واحمنا واحفظنا من كل سوءٍ وبليةٍ يا رب العالمين يا حيو يا قيوم اللهم واحفظ أهلنا في بلاد الشام وفي كل أرض من أرضك يا عظيم المن يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى اللهم اخذ بناصيتهما للبر والتقوى اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلِّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارِكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين